أهلا بكم في جزء أول من قصة مزرعة الحيوان لجورج أورويل سأقرأ فقرة باللغة العربية من الترجمة وبعد ذلك سأقرأ النسخة الإنجليزية من المهم أن تضعوا في بالكم بأن الترجمة العربية ليست دقيقة جدا هناك بعض الاختلافات لكن هذا لا يهم قراءة النسخة العربية أولا ستعطيكم فكرة عن أحداث القصة مما سيساعدكم على تخمين معاني الكلمات في النسخة الإنجليزية فلنبدأ الفصل الأول دفع السيد جونز صاحب مزرعة القصر مزلاج قلن الدجاج لكنه كان ثملا جدا إلى درجة أنه نسي إغلاق الأبواب أضاء لنفسه يمنا ويصارا بواسطة فانوسه وهو يجتاز الحظيرة مترنحا قام بخلع حذائه ودفع برجله باب المطبخ فسكب من البرميل آخر كأس جاعة ثم صعد إلى السرير حيث كانت السيدة جونز تغط في نوب سنورين تانيك يشخر ما أن انطفأ نور الغرفة حتى صدرت عن بنايات المزرعة رفرفة أجنحة تحولت فيما بعد إلى ضجير لقد ترددت خلال اليوم إشاعة أن العجوز ميجر رأى حلما غريبا في الليلة الماضية رغب في أن يتحدث فيه مع باقي الحيوانات As soon as the light in the bedroom went out there was a stirring and a fluttering all through the farm buildings Word had gone round during the day that old major, the prize middle white boar had had a strange dream on the previous night and wished to communicate it to the other animals العجوز ميجر هو خنزير كان قد توج أيام شبابه بطلا بين أبناء جنسه فقد تبار على لقب جمال ويلينغدون لكنه كان بالنسبة إلى الجميع الحكيم العجوز اتفقت جميع الحيوانات على أن تجتمع في الحضيرة ما أن يختفي السيد جونز كان العجوز ميجر يحظى باحترام كبير إلى درجة أن الجميع كان مستعدا لتحمل الصهر حتى يستمع إلى ما سيقوله It had been agreed that they should all meet in the big barn as soon as Mr. Jones was safely out of the way Old Major, so he was always called though the name and the which he had been exhibited was willing and beauty was so highly regarded on the farm that everyone was quite ready to lose an hour's sleep in order to hear what he had to say At one end of the big barn On a sort of raised platform Major was already ensconced on his bed of straw under a lantern which hung from a beam يبلغ من العمر إثنتي عشرة سنة اتخذ مع تقدم العمر بعض البذانة يبدو متشبثا بها إلا أنه يبدو في مظهر لائق متسامح حتى رغم أنيابه السليمة سيحضر باقي الحيوانات فيما بعد سيتصرفون بحرية كل واحد يتبع قوانين نوعه Before long the other animals began to arrive and make themselves comfortable after their different fashions في البداية حظر الكلب بلو بيل والكلبتان جيسي و بينشر بعد ذلك الخنازير الذين تمرغوا في القش أمام المنصة First came the three dogs بلو بيل, جيسي, and بينشر and then the pigs who settled down in the straw immediately in front of the platform حطت دجاج فوق دعمات النوافد والحمام فوق روافد السقف جلست الأبقار والخرفان في مكان وراء الخنازير عندها شرعوا في الإجترار The hens perched themselves on the window cells The pigeons fluttered up to the rafters The sheep and the cows lay down behind the pigs and began to chew the cud كاد هو الطعام المهضوم جزئيا Partly digested والذي ترجعه الحيوانات من معيدتها لتعيد اجتراره Chewing مضغه بعد ذلك بعد ذلك دخل حصان العربة بوكسر وكلوفر يتقدمان بخطا صغيرة حذرة يضعان بلطف حوافرهما النبيلة فوق التبن خوفا من أن يكون أحد الحيوانات لابدا تحته The two cart horses بوكسر and clover came in together walking very slowly and sitting down their vast hairy hooves with great care lest there should be some small animal concealed in the straw كانت clover فرصا رائعة متوسطة العمر فقدت رشاقة جسدها الشاب منذ ولادة مهرها الرابع Clover was a stout motherly mare approaching middle life who had never quite got her figure back after her fourth fall أما بوكسر فهو حيوان ضخم يتمتع بقوة حصانين بوكسر was an enormous beast nearly 18 hands high and as strong as any two ordinary horses put together خط أبيض طويل يهبط حتى من خريه الشيء الذي يعطيه مظهر الأبله إلى حد ما لذلك لم يكن بوكسر متفوقا ومع ذلك فجمع الحيوانات تكن له الاحترام لأنه يمكن الاعتماد عليه في تحمل الأشغال الشاقة a white stripe down his nose gave him a somewhat stupid appearance and in fact he was not of first-rate intelligence but he was universally respected for his steadiness of character and tremendous powers of work steadiness of character شخصية ثابتة ثبات الشخصية tremendous powers of work قوة كبيرة tremendous للعمل of work قادر على القيم بالأعمال الشاقة جاءت أيضا موريل العنزة البيضاء وبنيامين الحمار بنيامين هو أكبر حيوانات المزرعة وأكثرها حدة يتمتع بطبع صريح إلى حد ما after the horses came muriel the white goat and benjamin the donkey benjamin was the oldest animal on the farm and the worst tempered كما تلاحظون في الترجمة العربية هناك تقول بأنه يتمتع بطبع صريح كما تلاحظون هنا يتمتع بطبع صريح لكن هنا worst tempered يعني ذهي طبع سيء جدا مزاجه سيء the worst tempered وعندما يتكلم عموما يصدر عنه مزاح واقح يعلن مثلا أن الله منحه ذيلا لطرد الذباب لكنه يفضل كثيرا لو كان بلا ذيل ولا ذباب He seldom talked and when he did it was usually to make some cynical remark for instance he would say that God had given him a tail to keep the flies off but that he would sooner have had no tail and no flies flies هي الذباب في النسخة العربية كما ترون هناك يصدر عنه مزاح واقح لكن هنا make some cynical remark يعني ملاحظة صاخرة cynical remark He seldom talked ناذرا seldom talked ناذرا ما تحدث ومن بين كل حيوانات المزرعة الوحيد الذي لا يضحك أبدا وعندما يسأل عن السبب يجيب بأن لا شيء يدعو للضحك Alone among the animals on the farm he never laughed if asked why he would say that he saw nothing to laugh at ورغم ذلك ومن دون أن يوافق على ذلك كان هو الصديق المخلص لبوكسر كان هذان الاثنان يقضيان عادة أيام الآحادي معا وهما يرعيان داخل الأرض المصورة وراء الحديقة من دون أن ينبس بكلمة واحدة Nevertheless without openly admitting it he was devoted to boxer the two of them usually spend their Sundays together in the small parak beyond the orchard gazing side by side and never speaking كما تلاحظون في النسخة العربية يقول كان هذا رغم ذلك من دون أن يوافق على ذلك لكن في الواقع هذه ليست الترجمة دقيقة إنما من دون أن يعترف أو يصرح بذلك without openly admitting it بدون أن يصرح بذلك أن يقول ذلك بشكل صريح شكرا لكم على المشاهدة وأتمنى أن تكون هذه الطريقة الجديدة أعجبتكم إذا أردتم الاستمرار في هذا النهج وأن أقرأ هذه القصة كلها وأقرأ كتبا أخرى أذكر ذلك في التعليقات إن رأيتم بأن هذه الطريقة لا فائدة من ورائها أذكر ذلك كذلك لكي أرجع إلى الطريقة القديمة شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر